أهم خمسة الحوج التي تستطيع عارفهم قبل أن تشري استوديو مانيترز أو الحتي لأنه لديك استوديو مانيترز يجب أن تكون عارفة شيء الذي سوف نحضر عليه في هذا الفيديو لكي تستعملهم بالطريقة الصحيحة المعلومات التي ستكون في هذا الفيديو هي انطلاقاً من التجربة المتواضية عادية لكثير من عشر سنين في هذا الدومين وانطلاقاً من البحث والتجربة وحتى ما يقولون لمهندسين للصوت الكبارين وقبل أن أبدأ، أريد أن أشكر آدم أوديو لدعمت هذا الفيديو ولسفتو لدينا هذا المانيتر الذي ترونه في رأيه آدم تيوي نجعلكم مع واحد الريبيو خفيف ضرايف ومن بعد رجعه واو! كابل من الضوء خمسة اثنين من القانوت وصلنا إلى آدم آدم شخصي المخشنين هنا أريد أن أجعل شيء جيداً ولكن أنا متحمس من أكثر حوج الذي يعجبوني في المانيتر الضوء العظام هو أن الشكل لديهم آناق الوفر 8 إنش يوفر واحد استجابة قوية ومتوقع في التردودات المنخفضة ريبن تويتر التي توفر وضوح استثنائي في الهائي فريكونسي التي توفر لنا تفاصيل دقيقة وممطوء ناقع في الصوت استجابة التردودية لديهم تبدأ قريباً من 39 هرس حتى 25 ألف هرس وفي الخلف لدينا إيكيو تقدر تهبط وطلع بجوش ديسيبال لحسب الروم ديالك مبتدئين أو المحترفين الذين لا يعرفون ما هذه المعلومات يتصيدون ويشريون واحد في مونيتر استوديو بكلفة غالية وفي الخرم لا يعملون بطريقة التي تريدون أول شيء يجب أن تشري مونيتر استوديو هي حجم الغرفة إذا كانت لديك واحد الغرفة صغيرة وشريت لها مونيتر استوديو مكبارين وكذلك وكذلك سيكون لديك الكثير مشاكل بحل الإنعكاسات التي ستكون مفرطة أكثر من القدرة لتحمل غرفة صغيرة وعادل أو لباس ستسمع بطريقة زيدة أو مفرطة وهذا ما سيسبب لك مشاكل في الميكس وسيصعب توازن في هذه المونيتر لو صوت لا تسمع وفي هذه الطريقة ستضيع لك كثير تفاصيل من تدار السمس ب بساطة إذا لديك غرفة صغيرة لديك لديك مونيتر مونيتر المتوسطين أو له غرفة كبيرة ذات ممواجئة الثاني مهم هي المسافة التي ستكون يملك ومثل خاصة ومثل ومثل ما في حالة كانت البلاثة التي تخرج منها تقوبة الباص كانت المونيتور ومشي تنسقتهم مع الحيط فهنا مشكل المونيتور تم تنفسها ومشي تدرب البلاثة ستحس بأن البرد يخرج من هذه البلاثة لأنك تخشيهم مع الحيط كيف لا تشوفوا هذه المونيتور الوراية سأجعلوا مسافة بيناتهم وما بين الحيط ضروري ما بين المونيتور والليسرية تكون مسافة محترمة لكي تستطيع تسمع الصوت الكستيريو كيف لا تسمع وفرش تكون خدام مثلاً على الباني أو مثلاً تدير الصوت يدوز من ليمن وهذا يخرج من الليسر وتكون لديك صورات 3D على الميكس تتحس بذلك 3D إفكت يعني الصوت يمشي من ليمن ويمشي من الليسر لا تسمع كل شيء الوسطي لكي نقرأ بيناتهم وعاد لا تنسى تخلي المسافة محترمة مما بينك أنت وما بين المونيتور بشي لا تخرج على الودينات وثالثة حاجة هي الوضعية الصحيحة المونيتور كيف يجب أن تحطم والوضعية لكي يجب أن تقلس بالضبط فهذه القادية مهمة تركز على جوجة الحاجات مهمة أول حاجة مثلاً كيف لا تشاهدون هذه المونيتور ورعايا رغم مع أنا قريب الكاميرا أما أنا رفجت أن نقلس وكنتكون نقوم بعمل الميكس ديالي ستكون بحالة غادية مع ودني مثلاً ودتها تكون ملاقية من أنت يخرج الصوت في المونيتور لا يمكنني أنني أريد الميكسي وليمونيتور أضعهم الفوق أو أضعهم التحت أو الهرامي لا يمكن الصوت الحقيقية لا يمكن أن يوصلك هو ذلك هذا غير مع الكاميرا ومع التصوير أما أنا لكي نقوم بعمل الميكس نقوم بعمل المونيتور تكون قد يفطر وبالتالي الفتحة التي تخرج تكون غادية لها بالضبط مع الفتحة تقوم بعمل ودني على لغة هذه الطريقة نسمع الصوت خارج من المونيتور وغادي الودني و جميع المحترفين في هذا الضمان تنصحوا بقوة أنك يكون بحالة المثلت ما بينك وما بين المونيتور سوف نقوم بصورة هنا لكي نوضح لكم كثير و هذا يصل النار نقطة رقم خمسة خامس حاجة هي صراحة تنشوفها أنا مهمة جدا جدا وبزاف دينا سيتغافلوا على هذه بدأ ما تنشوش بنظم تيحضر عليها وهي تقريبا من الأهم الحواج اللي خاتك تركز عليهم فاشتبغي تشري ستوديو مونيتورس ستوديو مونيتورس ستشريهم على حساب ستيل اللي انت كتخدم مثلا واحد اللي كي يخدم الهيبوب والدريل ولا شي حاجة اللي كتركز بزاف لللو فريكونسيز ما غديش يخدموا لي مزيان مثلا ذوك اللي ياماها اللي فلاط بزاف اللي ما تسمعوكش اللي كتراو في اللو فريكونسيز مثلا ياماها صغار ذوك اش اس خمسة ولا كدار ذوك ما فيهم شلي باس مزيانين ألوغ ما غديش تعرفش نو طاري مزيان في اللو فريكونسيز ونتهي اللي ميكس ديالك ضاير على الإيرو إيت على الباس على لغة اللي كنتي مثلا كتدير الهيبوب ولا شي موسيقى اللي مركزة بزاف لللو فريكونسيز في الخدمة دياله خاصك تشوف ديامونيتر السوديو اللي كيدعمو هاد الناطاق هذا وكيسمعوك أقدر 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 قدر أقدر قدر للتفاصيل في هاد الناطاق هذا اللي كنتي انت مهن دي الصوت الحالي اللي كيخدم بزاف الفوكل دكشي دي البودكاست التعليق الصوتي يعني اللي ميكس ديال الفوكل تتخدموه بزاف فبتالي خاصك تشوف ديامونيتر اللي تتعطوك أعلى دقة فتردودات الموتاة خصوصا ميد رينج راو الكيد ديامونيكس الأصدقاء والهاي فريكونسيز حتى هو مهم بزاف يعني كيني بزاف ديامونيتر السوديو اللي تقدر تسمع الصوت دياله مجيك خيب ولكن هادئك الخيوبية اللي فيه رهي الأساس خاصك تسمعوه خيب مفيش ليباس بزاف ولكن كيعتك صراحة تيكون صريح جدا حالة عندك أولي لك انت مثلا يعني برودوسر اللي تيخدم الفوكل وممطن تيخصوه يسمع لدي طايفل وفريكونسيز وكذا فالحالة انت عندك جوش ديال الاختيارات الاختيار الأول إلا كنت عندك بيجيلي وكبير كتبير كتبير من مونيتر واحد كتبير تخدم بجوش ديالي مونيتر يعني يعني كنت أخذ واحد اللي كده عما تانش نطاري في بيس بحال ده بقى أنا يارا من بعد انتش بدل مونيتر ديالي وانتش بدل مونيتر ديالي وانتش ديالي وانتش ديالي بقى مركبتهمش انقاخ الدام بهادو عظم تيويت هادو صراحة النطاق ترضي ديال 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 والصوت فيهم صراحة متوازن كتسمع شنو طاريح ديال بالميد رينج ولكن عندي مونيترات اخرى اللي هما الفوكال تنفضل انا الميد رينج ديال الفوكال على الغب التالي انا غانو نميكسي اللي باس بهادو والميد رينج والهاي فريكونسي غانو نميكسيهم مثلا بالفوكال كين هادو الاختيار هادو ولكن اللي بيجو ديالك محدود خسك تشوف شي مونيتر سوديو اللي يقدر يدعم هاد النطاقات تردو ديالك كامل وخير ما تكونش هادو كمية فمية ولكن تعطيك بزاف لدي طايف في الهاي فريكونسيز في الميد او في الهاي فريكونسيز الوغى الحاجة السادسة اللي عدت فكرتها وتي مهمة بزاف هي التراتمون اكوستيك إلا كانت الروم ديالك ماشي متراتية ما عمر المونيتر سوديو ما غادي يدير الخطبة اللي خاصو يديرها للأسف يا صديقي انا اسف ولكن هادو هي الحقيقة الكاسك ديالك اللي بشي تشي انفيستي في كاسك اللي مكانش عندك فلوس ديال التراتمون اكوستيك احسن ليك سير ام في سي انفيستي في كاسك وار لانك انفيستي في انفض الاتول Making هذا الن Schnitzel القادم meteور ضروري كل اسر ce tohu على الأقل سيضغير ريفيرب من الروم لأن الروم تكون خاوي وتسمع فيها الريفيرب أو تقول لانتوما الايكو مونتر السوديو لحطة شيف واحد الروم اللي كلها عمرها ريفيرب ورعدة تسمع الصوت ديال دكشي اللي خرج زائد الريفيرب حالا في شي ايفي والصوت سيكون مخربة وغا تبرزت أصلا في الميكس ديالك ما تكونش مجامرة تحت ودنك يعني هذي مشكلة كبيرة مهمتها دير المينيموم أو لا ما تدير والو سيدي ولكن الميكس ديالك فيناليزي بالكاسك ماشي بستوديو مونيتشر حاول تستعمل ستوديو مونيتشر تغيير باش تحايد ذلك إعراق حيث ترش الكاسك يضر في الوضن بزاف استعملهم بحالا دبنا في البداية ما كانت عندي تاريتمو أكوستيك مزيانة كيف نسمع انت ندير لي مونيتشر السوديو باش ما ودني ما يعيوش ليه ولكن الفاينال الميكس ديالي خلص يكون بالكاسك الناس اللي في المغرب وبغي يشيرو هادل الزادة من ورايا راهم ديجا كيني ديسبونيبل في ستوك ديال الروك بو ايما اتلقاوه الناية في الديسكريبشن طلعوا فيديو جديد ان شاء الله كان معكم كابريم بيس